فكنت شاي جدا جدا و بقى يتشاء لبازاته والحاجات دي طب قلنا بقى مين اللي علمك الغنى والله يبصي هو احنا عندنا ابويا كان عند شرط في العيلة اي حد لازم يبحافظ ثلاثة اجزاء من القرآن ما شاء الله فالقرآن اول حاجة كمان يعلمك الترتيل يعلمك التجويد فابتدت الغنى ممكن هو كان صوته حلو كان بيقزم كمان في الجامعة فجات من هنا بقى احفظ ابتهالات وشيغنك شباندي ونصر الدين طبار ومحمد عمران اللي هم بقى اساس اصلا الغنى وبتدت بعد كده المكلسوم يعني المكلسوم دي بالنسبة لي شبابي خلي بالك مهد المكلسوم بقى وعبد الوهاب وانا بتابع انا اللايف 24 ساعة لايف انا معك بقول لك ايه تفتح اللايف تقول مين اللي شاب دي شوشو ايه شوشو قاعدة هاي او تعارف طب انا عايز اسمع بقى حاجة من التوشح اللي انا بحبها تعارف حبيبة قلبي حاجات القديمة بس حاجة ما قلتهاش اكسيكلوزف لشوشو اه شوشو ماشي بس شوشو دي مع التوشيح لشايماء لشايماء الشايماء ايوه الشايماء اختك الشايماء بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران سبح الكون كله سبح الكون كله شوشو في خشوع اذ تجلت مهابة الرحمن سبح الكون بادي يوني ودبر الأمر بادي يوني ودبر الأمر فردا سرمدي الجلال والسلطان الله الله لك 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 ما شاء الله عليك والله العظيم بجد يعني صوتك ده نعمة من عند ربنا يعني ربنا يحمولك طب قولي يعني أنا سمعت حاجة وضيقتني قوي إيه يا روحي ليه أنت الفترة اللي فاتك كده كنت أقفل على نفسك وجازز وجازز جازز؟ على إيه بالزبط على نفسك وزعلان كده ومتقصة ليه؟ ليه نعمل زعلان خالص يعني من 2003 الحب دلوقتي ما عملتش ألبومات عملت ألبومات فليه؟ فليه؟ ليه؟ لا لا وسأقولك حاجة أولا أنا يعني إيه موضوع الألبومات موضوع مهم جدا 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 بس الموضوع مهم للإمج متع الفنان إن هو لازم يكون عنده ألبومات ولي يكون عنده وهي بتقدم شكلك الخاص كمان يعني لنوع مزقتك الخاصة بس الأغاني والتواصل مع الجمهور لو هو متوفر وموجود بيخليك شوية تصاهين عن حاجة مهمة يعني أنا مثلا دلوقتي أنت الأساس بالنسبة لك حاجة معينة التمثيل مثلا تمثيل أنت موجودة مع الناس والناس مش تعارف إيه فبتلاقي نفسك مؤثرة تجاه التمثيل بس مش مؤثرة تجاه الناس صح يعني أنا منزل أغاني منزل أغاني في الأفلام منزل أغاني في المسلسلات صح منزل أغاني بحبك يا صاحب دي وغنيت مسلسل بس كمان إيه أغانيت أغانيت بحبك يا صاحب دي مش مثلا مش يعني مش اللون بتاعي بس اللون أنا بعشقه جدا اللون الشعب ده ومشا الله نكتك تكسرت الدن طبعا بس هو الدراما الدراما بتخليك بتستوعب أي حاجة يعني ممكن نراقي علي الحجار مثلا أستاذ علي الحجار مقدم صعيدي مقدم فلاحي مقدم حاجة بس جوه الدراما إنما جوه ألبومات وتلاقوا هو ليش الشكل الخاص بتاعه طب عايز أعرف بقى إيه إنت مريت بتجارب أكبر من سنك وحاجة خطر وحاجات زي وابتاع يعني الحمد لله وحاجات صحية قلني بقى بس هو الأحسن مش مفيش عيب في أي تجربة في الحياة العيب في الاستمرار فيها صح دلوقتي طالما أنا دلوقتي قاعد قدامك واصل نتيجة معينة يبقى الحمد لله رب العالمين كل التجارب حتى الخطأ حتى الواحش حتى الصعب حتى اللي انت كل اللي انت قلت ده أنا يعني ليه سبب في حيتي بس الحمد لله دلوقتي ان أنا يعني موجود وعلاقتي بربنا كويسة وعلاقتي بأسرتي كويسة وعلاقتي بشغلي كويسة والحمد لله لا بأزي نفسي ولا بأزي حد هو ده كل الحاجات اللي ايه اللي يمكن انت قلت عليهم كده من بره كده بس انت تعلمت كده من بره الحمد لله يعني ازاي يعني يعني الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي الحمد لله ان هي اخدت فترة في حياتك بس انه الواحد يقف عندها ويقول لا كفاية ويغير. قلتك اي اي حاجة في الحياة مش عايب. صح صح. انه مالعيب ان الاستمرار فيها. المهم ان انت خطاها. صح. ويعني احنا من حقيقة ان انت واقف على رجليك وعشي وامر ومجد معانا ومنوعه. طب قولي ايه الاغنية اللي انت عملتها وحستت ان هي اتظلمت ومخدتش حقها. بس هي مش مخدتش حقها بس مخدتش الحجم. اللي انت كنت متوقع لها. اللي انا كنت متوقع لها. اغنية ايه? في اغنية اا اخر اغنية نزلتها انا حد تاني. اغنية دي انا بيحبها جدا لان اه. فيها كلامات حلم. طب ممكن نسمعها. طب بتشوحيني من دي انا. لا والله يا انا. مارا. انا عايز اعرف كل ده بيحصني ليه كتريل واجع خلاني مشادر اكمل. متأفلة ومتخبطة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة